حضرب لك مثال لمال حرام ازاي بيبقى طعبه غير مستساغ تمام يقول لك مثلا ان الذين يأكلون اموال اليتامة ظلما قول لي بقى بص القرآن قالك ايه قالك انما يأكلون ايه اموال اليتامة دي ممكن تكون يعني اموال بالملايين اموال اليتامة انا عجبني جدا السيادة الرئيس النهاردة بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر النهاردة هو شو الله يتول عمره رئيسنا عبدالفتاح السيسي الله يتول عمره ويددله الصحة شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهمية البالغة لاصول ومال الوقف الوقف ده اللي هو مال الايتام ومال الاموال الوقفية الاموال الوقفية دي بتصرف على الفقراء والمحتاجين فبيقول لك شدد الرئيس السيسي الله يدد له الصحة على ما اكده النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحرص على مال الوقف وقال إيه أنها تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها وكما أكد الرئيس ضرورة العمل الدقوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف طبعا كلام ده قاله في اجتماعه مع الوزير الهمام الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف فالحمد لله رب العالمين يعني سات الرئيس حريص على متابعة أموال الفقراء وده كلام مهم جدا لأنه احنا اتعرضنا لأزمنا كانت هذه الأموال بتبقى نهب لمن شاء وكيف شاء ومتى شاء المهم من يلجع مرجوعنا فالمال اليتيم ده تعموا ايه ترى القرآن قال لك تعموا ايه يلا قلنا يا رب تعموا ايه قال إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا تشوفتها وسيصلون سعيرا وما اكتفاش بكده درى القرآن برضو قال لك تعم فلوس تانية ذكرها في القرآن وقال لك إن الفلوس دي اللي حياكلها حتقطع في المريء بتاعه الكلام ده القرآن قاله ايه والله العظيم حتشوفها بنفسك لا جبنا لك كلام من هنا ولا من هنا لا ده من القرآن حتشوف ترجمة نانسي قنقر